قال جلالة الملك عبدالله الثاني إنه من واجب الدول العربية الضغط على المجتمع الدولي والقوة الدولية الفاعلة لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل مستمر وكذلك حماية المدنيين مجددا التحذير من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى انفجار الأوضاع في المنطقة كما أكد جلالته إدانة الأردن للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية مشددا على ضرورة مواصلة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية ودعا جلالته إلى مواصلة دعم المنظمات الدولية العاملة في القطاع وخاصة وكالة الأونروا وأعاد جلالة الملك عبدالله الثاني التأكيد على أن الحل العسكري أو الأمني لن ينجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بل إن السبيل الوحيدة هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وعرب جلالته عن رفض الأردن التام لأية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة